أعلنت روسيا أنها تنتظر من تركيا تنفيذا كاملا للاتفاقيات المتعلقة بسحب المقاتلين والأسلحة من إدلب شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة وذلك ردا على مبادرة الحكومة السورية بوقف إطلاق النار في تلك المنطقة وقالت توزارة الدفاع الروسية ناموسكو تنتظر أن ينفذ الجانب التركي بشكل تام بنود اتفاق سوتي الذي ينص على سحب المسلحين والأسلحة من المنطقة منزوعة السلاح بعمق 20 كم ووقف القصف وفتح طريق السيارات الواصل بين دمشق وحلب وكانت أنقرة قد شنت العديد من الهجمات داخل سوريا ما أثار غضب النظام السوري موسيقى 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 موسيقى